اشواطنا مستمر مشاهدين متابعين الكرام والانطلاقات تتوالى شوطن تلو الاخر في هذا الصباح الجميل في هذه التحديات الرائعة مع هذا السن السن الاصغر والاجمل في هذا العالم الساحر تعلن انطلاق شوطنا الرابع في تعداد اشواطي صباحي هذا اليوم الشوط الرابع وهو الشوط الخاص بالجعدان في مسافة ورحلة الثلاثة كيلو مترات تنطلق هذه الاسامي تنطلق هذه الشعارات باحثة عن تسجيل نقطة ذهبية على ارضية هذا الميدان نسير مشاهدين متابعين الكرام بالصدارة نتابع بداية هذا الشوط نتابع المقدمة مع هذه الاعداد الهائلة مع هذه الانطلاقات المتميزة صدارة هذا الشوط واللي قادر مجموعة الحذر للسعيد بن سهيل بالحطم العامري من يقدم الحذر بهذا الانطلاق يلي مع المركز الثاني اديب لحمد بن عبد الكريب بن مزعل بن عثمان السعيد يأتي ايضا اديب على مستوى المركز الثاني المركز الثالث يصل يتقدم نايف لحرام بن راشد بن سيف لغفلي وعلى مستوى المركز الرابع من الجانب الاخر الحنيج لمحمد بن احمد بن عبد الخاطر يلي مع المركز الخامس التسلل مع الشارد للسلطان بن مسعود بن سعيد النيادي يأتي بدوره على مستوى المركز الخامس سادس الانطلاقات يتسلل عزام لغدير بن علي بن سعيد الكتبي وعلى مستوى المركز السابع وصول من نواف لمحسن بن علي بن محمد الوهيبي بينما ايضا انطلقنا مع المركز الثامن ارد تقدم في هذه اللحظات ايضا من الذيب لعبد الهادي بن مسلم بن احمد بن حربي العامري وعلى مستوى المركز التاسع ينطلق ارامكو لراشد بن سعيد بن علي الزرعي عاشر الانطلاقات عاشر التحديات مشغل بشعار احمد بن عبيد بن مبارك الكتبي هذه النتيجة هذه النتيجة النداء الاول للعشر المراكز المتقدمة في مسافة ورحلة الثلاثة كيلو مترات ولكن لنا عودة مع الصدارة والبداية وارهناك نائف اره نائف اللي قادر مجموعة بشعار حرام بن راشد بسيف الاغولي اهالي ام القيوين يتابعون هذا الانطلاق هذا الاندفاع المتميز اللي قدم اللي قدم اللي قدم نائف يلي مع المركز الثاني نواف محسن بن علي بن محمد الوهي بي ولكن اللي وصل من الجانب الاخر اديب اديب لحمد بن عد الكريم السعيد من ينطلق مع تحديات اديب مع المركز الثالث المركز الرابع وصول وتحديات شارد لسلطان بن مشعود بن سيد النيادي من يتقدم ولكن اللي وصل اللي وصل مشغل بشعار احمد بن عبيد بن مبارك الكتب ما شاء الله ما شاء الله التحديات القادمة مع العمال لفليل بن سالم بن حمد البطين ومن الجانب الاخر من الجانب الاخر ولكن اللي وصل اللي وصل لذيب لعبد الهادي بن سلم بن حربي العامري هذه النتيجة للمراكز المتقدمة ولكن لنا عودة مع الصدارة مع بداية هذا الشوت ونايف على الصدارة نايف على المقدمة يقدم احلى عروض حرام بن راشد بن سيف من يقدم من يقدم نايف وصل مع المركز الثاني التحديات التحديات نتابع ناصي عتيج بن مطر بن حسن اللي قبيس ما شاء الله قرب موازين الشوت راسا على عقب انطلق بالصدارة انطلق بالمقدمة يقدم هذا الاسم انطلق بتحديات هذا الشوت بهذا الاداء المتميز ناصي 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 على الصدارة ناصي على المقدمة اهالي العاصمة هم الاقرب هم الاقرب لناموس بالتحديات ناصي عتيج بن مطر بن حسن القبيس ولحظات وصول لحظات وصول واغتراب من خط النهاية دهانينا والناموس المركز الثاني نواف محسن بن علي بن محمد الوهيبي المركز الثالث ياتي العمال المتميز وبالتحديات ناصي ياتي بتوقيت زمني مقدار اربع دقائق 33 ثانية بالوفاء والتمام تهانينا لعتيج بن مطر بن حسن القبيس وسلام بوظام مع هذا الاداء المتميز نواف مع المركز الثاني اربع دقائق 34 ثانية بالوفاء والتمام تهانينا لمحسن بن علي بن محمد الوهيبي على فوز نواف مع المركز الثاني بينما اللي وصل مع المركز الثالث هذه لحظات وصول العمال اربع دقائق ستة وثلاثين ثانية جز واحد من الثانية تهانينا لخليل بن سالب الحمد البطين المري تهانينا للجميع والنموس